أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك ثلاثة تراخيص لأول سعوديات للعمل كمرشدات سياحيات بالمنطقة وذلك بعد اجتيازهن لدورة مكثفة ركزت على المحاور المتعلقة بمهنة الإرشاد السياحي وسلم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة دكتور مبروك الشليبي المرشدات هبة العائدي وندى العنزي وحنان الحميدي تراخيص الإرشاد السياحي معكدا أن إصدار الرخص للمرشدات السياحيات يأتي من اهتمام القيادة بمكانة المرأة ودورها الفاعل في المجتمع ولتمكينها أيضا من إيجاد فرص عمل متنوعة بما يسهم في تطوير الحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة